ولا مليم دوما السيسي طلعت برر أكبر ورطة دخلت السيسي دخل بلد فيها يعني وتسببت في الأزمة الاقتصادية للبلد فيها دي اللي هي العاصمة الإدارية فطلع مصطفى بكري بشكمانه طبعا مع ديه في إيريا واحدة الاثنين دي عبو الزابط طبعا يقدموا التفسير اللوزعي لبناء العاصمة الإدارية نسمع كده إعلام أهل الشر اللي بيقول أنه العاصمة كلفت 60 مليار دولار من قروض دا جدناها قروض فأنا بقول لناس وحدك تتأكد على هذا الكلام أنه وبتصريح الرئيس أمس أنه نحن العاصمة جاء لكم لا تكره تفكير خارج السندوق أرض موجودة منذ وأن خلق الله أرض من علي حصل إيه غير حطنا خطة مصر بلند بنين عاصمة المتر الأرض بقد إيه حققت أرباح وعندها فاقت سيولة غير المستحقات 40 مليار جنيه ما كليفتش الدولة مليم وما فيش دولار واحد جاي من أي قرد من بره طبعا دي حقيقة وقالها الرئيس قبل كده حل ولا مليم متأكدين يا نشعة انت ومصطفى طيب مش بس كده ده السيس النهاردة قالك التبرعات كلها بتاعة الشعب والدولة ما جابتش 10% نسمع كده تصدقوا بالله والله العظيم 3 مجالي 10% تبرعات للاتنين أنا بحلف كم؟ 10% يلا بني وفاك بني يا فني وربني يا ربي وفاني 10% حلوة قوي يعني المسجد والكنيسة اللي اتعاملوا في العاصمة الإدارية بالعاصمة الإدارية ما جالوش والله العظيم 10% كلام مفيش حلة من كده حط ده بقى مع الخبر بتاع 2019 العاصمة الإدارية الكاتدرائية والجديدة والمسجد لم يكلفها الدولة جنيه واحد نعم أهو في المصر اليوم في 2019 قال العميد خالد الحسيني المتحدث بسم العاصمة ده الاحتفال بأيدي المسيح كذا وأضاف خلال مداخنة كذا مساء السبت إنه القدرائية تحفى مساحتها كذا وتعتبر كذا وأشار إلا أن بس انتهت من إنشاء المسجد التعليم بالفتاح العليم بالكيابة أكبر مسجد ومساحته كذا ومساحته كذا وقا بتحت بقى وأن والمسجد في العاصمة الإدارية لم يكلف الدولة جنيه واحد وتم إنشاءهما من تبرعات المصريين يا جماعة أرسلكوا على الحل في 2019 في المصر اليوم خالد الحسيني متحذي في السنة العاصمة دارية بيقول المسجد والكنيسة تم إنشاء ما تكلفوش الدولة مليين تم إنشاءهما من تبرعات المصريين نقولها ثاني هو مؤكدا أن بناء الكدرائية الجديدة والمسجد في العاصمة الإدارية لم يكلف الدولة جنيها واحد وتم إنشاءهما من تبرعات المصريين والسيس النهاردة يقول والله العظيم ما جالي عشر في المئة تبرعات تب يجد عن السلك الحل العاصمة الإدارية بالتبرعات المصريين ولا الدولة ولا القروض لو ولا واحد من دول يبقى العاصمة تبنت إزاي يعني لا العاصمة ما كلفتش البلد مليين حال مصدقك مجاتش من التبرعات مصدقك مجاتش من القروض حال ونوع فينا يبقى جاتت إزاي بقى نزلت المباني بتاعتها من السماء مدينة أو عاصمة لا تبنت من القروض ولا من تبرعات المصريين يعني ما تبنتش من القروض ده اللي بيقوله نشعة الديهي ما فيش قرض واحد خدد العاصمة الإدارية ولا تبنت من التبرعات ده اللي بيقوله السيسي ولا كلفت الدولة مليم ده اللي بيقوله خالي الحسيني يبقى تبنت إزاي ما ترسوا على كتبة انت كداب يا أبو صلاح العاصمة الإدارية تبنت من الديون المتلتلة اللي بقت علينا بدليل اللي نشرته نيويورك تايمز عن تكلفة العاصمة الإدارية اللي وصلت لتسعة وخمسين مليار دولار خش عن نيويورك تايمز عاصمة جديدة تناسب سعود الفرعنة ولكن بسمن أثقال أثقال مصر بالديون وزيادة سخط المصريين تتكلمة هي المرحلة دي قد التنفيذ من ستة عوام وبكلفة تقدر بحوالي تسعة وخمسين مليار دولار ده نيويورك تايمز مش بس كده الأرقام تعالوا نشوف إزاي يعني بالأرقام فشلت هذه العاصمة الإدارية حتى الآن التكلفة تسعة وخمسين مليار أو تسعة وخمسين مليار رويترز مايو 19 طريقة التمويل قروض بأكتر من تلاتة وتلاتين مليار دولار ده حسب تصريحات الإسكان وشركة العاصمة والسمنز والوزراء والبرلمان تأجيل المباني بـ 212 مليون دولار ده السيسي اللي قاله في يوليو 22 جدوالة أقصاد بعض الشركات ده متحدث العاصمة قاله كلاد ده في ميو 22 العائد بقى ليه يوجد حتى الآن طب حالة المشروع افتتاح المرحلة الأولى مفروض نهاية العام الجاري ده حسب كلام موزيد إسكان اللي قاله في أغوص 22 كان مقرر افتاح المرحلة الأولى دي في إبريل 22 ده حسب مصادر خاصة على الوطن فشلت حتى الآن يعني العاصمة الإدارية يطلع السيسي يقولك مش بتبرعات المصريين والله ما جاني 10% تبرعات ويطلع النشرة دي يقولك والله ما خدنا عليها قروض ويطلع خالد الحسيني يقول ده تبالد بتبرعات المصريين ما ترسوا على حل ترجمة نانسي قنقر